أقباس من الإمامة آية التطهير تشمل النساء الدليل مع الآل سادسا للتأكيد على السياق ودالالته على شمول آية التطهير لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن مقطع التطهير ليس آية كاملة بل هو جزء من الآية الثالثة وثلاثين من سورة الأحزاب وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الريتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالآية بجزئين متجاورين ملتصقين جزء أول يتضمن خطابا لنساء النبي عليه وعليهن وعلى آله الصلاة والسلام وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله جزء ثاني يتضمن معنى التطهير لأهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الريتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سابعا نبقى مع السياق والكلام بخطوات أولا إذا كانت آية التطهير غريبة عن آيات النساء وأحكامها ثانيا فإن مقتضى السياق والحكمة والبيان أن تذكر آية التطهير بعد الانتهاء من آيات النساء ثالثا مثل ما انتقل الخطاب إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بعد أن انتهى من ذكر النساء وأهل البيت يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن من الآية الثانية والثلاثين وعطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الريتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من الآية الثالثة والثلاثين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الآية الرابعة والثلاثين ثم انتقل الخطاب إلى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الآية الخامس والثلاثين رابعا لكن آية التطهير لم تذكر بعد الانتهاء من آيات النساء بل حشرت بينها فقد سبقت ولحقت بخطاب النساء يا نساء النبي أهل البيت واذكرنا ما يتلى في بيوتكن خامسا إذن يثبت أن آية التطهير ليست غريبة عن آيات النساء وأحكامها بل ترتبط بها بحسب السياق والحكمة والبيان ثامنا تأكيدا على السياق وشمول النساء لبنات النبي مع زوجاته عليه وعليهن وعلى آله الصلاة وسلام نجد أن الخطاب القرآني قد بدأ بالزوجات في الآيتين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ثم انتقل للنساء في الآية الثلاثين إلى الآية الثالثة والثلاثين وفي نفس الآية الثالثة والثلاثين ذكر أهل البيت ثم ذكر النساء في الآية الرابع والثلاثين ثم انتقل للمسلمين والمسلمات في الآية الخامسة والثلاثين يا أيها النبي قل لأزواجك يا نساء النبي من يأتي منكن يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت واذكرنا ما يثلى في بيتكن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المرجع المهندس الصرخي الحسني